بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمشكلات والأزمات التي تعاني منها المتآمرون كثر وهذه التآمرات والمؤامرات لا تنجح إلا إذا استجاب لها الناس ولا يستجيب لها الناس إلا إذا كانت درجة وعيهم منخفضة وبالتالي أن يكون لدينا وعي بأنفسنا ووعي بعصرنا وبزماننا هذا شيء في غاية الأهمية يمكن أن نعرف الوعي الذاتي بأنه إدراك عميق للذات ولما يحيط بالذات الوعي الذاتي لما أقول أنا لدي وعي بذاتي أو فلان لديه وعي بذاته فالمقصود أنه لديه إدراك عميق بذاته ولديه إدراك عميق بالمحيط بالوسط وبالمحيط الذي يعيش في داخلي لما واحد يكون لديه إدراك عميق لذاته معناها يعرف ميزاته الشخصية يعرف نقاط قوته ويعرف أيضا عيوبه ويعرف أيضا نقاط ضعفه يعرف الفرص المتاحة له ويعرف العقبات التي يواجهها يعرف العصر الذي يعيش فيه ما هي القوى المؤثرة في هذا العصر إلى أين تتجه الثقافة إلى أين يتجه العالم ما هي مشكلات الحضارة في العصر الذي يعيش فيه ما هي العلاجات وطروحات الحل التي يتداولها المفكرون والعلماء فيما بينهم فالوعي الذاتي الحقيقة هو يعني كما قلنا نوع من اليقظة القوية العقلية والشعورية تجاه الذات وتجاه المحيط وتجاه الواقع أسألت مسألت الوعي الذاتي يأتي بعضها من خلال الخبرة والمعايشة والتجربة لكن ينبغي أن يأتي الشيء الأساسي منها من خلال الثقافة يعني من خلال المعرفة من خلال العلم من خلال القراءة ولذلك أنا كثيرا ما أقول يعني مشكلة إعراض شبابنا عن الكتاب هي مشكلة أكبر من مشكلة البطالة التي يشكو منها أعداد هائلة من البشر أكبر هي أكبر وهي أكبر من مشكلة انتشار المخدرات وهي أكبر من مشكلة الطلاق لماذا؟ لأن الإعراض عن القراءة يوفر الفرص ويوفر الأساس لكل هذه المشكلات التي نتحدث عنها ولو كان لدينا معرفة جيدة لتفادينا كثيرا من هذه المشكلات التي نتحدث عنها لذلك بناء الوعي الذاتي وبناء الوعي بالعصر وبالزمان وبالمحيط وبالوسط الذي نعيش فيه المورد الأساسي لهذا البناء هو الثقافة هو التعلم هو القراءة هو الاطلاع هذا هو المورد هذا هو المورد الأساسي ولذلك أنا أحث كل الشباب الحقيقة قبل أن أدخل في الموضوع أحثكم جميعا أن الواحد يكون له ورد من القراءة يوميا لا يقل بحال من الأحوال عن ثلاثين إلى أربعين دقيقة لا يحل لا يقل يعني هذا الحد الأدنى الأدنى الذي لا يجوز لا يجوز التفريط لا يجوز التفريط فيه لو أن الإنسان قرأ كل يوم نصف ساعة لقرأ كل عشرة أيام كتابا متوسطا يعني يقرأ في الشهر ثلاثة كتب يعني يقرأ في السنة خمسة وثلاثين كتابا في العشر سنوات ثلاثمائة وخمسين كتابا وهذا شيء جيد ليس قليلا ليس قليلا لأن هناك شبابا تخرجوا من الجامعات من عشر سنوات وما قرأ الواحد منهم خلال ما أكمل الواحد منهم قراءة كتاب واحد خلال العشر سنوات كتاب واحد ما أكمل بدل أن يقرأ ثلاثمائة وستين كتابا فأنا أحسكم دائما على مسألة القراءة نحن إذا أردنا أن نتعرف على أنفسنا وأردنا أن نتعرف على الواقع فهناك شيء جوهري في هذا الأمر أفضل مغذن وأفضل مورن لإكتمال وعينا وحتى يكتمل وعينا هو الانفتاح على الواقع الانفتاح على الواقع بمعنى نقرأ ونسمع ونشاهد ونبصر ما يجري حولنا لأنه يؤسفني أن أقول هناك أقوام منشغلون بالماضي فلان ضرب هذا وفلان أخذ من هذا وفلان ظلم وفلان أعطى وفلان نجح وفلان أخفق وخاصة للحوادث التاريخية البعيدة أنا من أنصار الاطلاع على التاريخ بل أقول نحن لا نستطيع أن نفهم شيئا إلا إذا فهمنا تاريخا كل شيء تراه له تاريخ هذا الماكريفون له تاريخ إمتى هو الماكريفون اشتغل له تاريخ وما الذي صنعه وكيف كان وكيف صار وما هو مستقبله وبماذا يعيد المستقبل أنا أؤمن وأحب قراءة التاريخ وأؤمن بضرورته لكن أن نغرق في التاريخ ونغمض عيوننا عن الواقع الذي يحيط بنا هذا تضييع للنفس وتضييع للذات وتضييع للإمكانات المتاحة بين عيدنا الذي يدمن السفر في التاريخ يصبح غريبا عن الواقع لما منقول أنه إسرائيل يهود في فلسطين أسس دولة قوية يهابها جيرانها بل اليوم صار للأسف ينافقون لها ويتملقونها ويعقدون الأحلاف معها هذا واقع بقطع النظر تلقوا دعم من الغرب من الشرق فعلوا بس هذا في واقع موجود بقطع النظر عن أسبابه في واقع ولما نقول أن أمة الإسلام ما عندها ولا جامعة ممتازة على مستوى الجامعات العالمية بقطع النظر أنه والله سببه الاستعمار سببه أننا فقراء سببه بدأنا متأخرين سببه عندنا حكام طغاد سببه كل هذا متفهم لكن في شيء اسم واقع هذا الواقع أنه ما عندنا جامعة محترمة مثل الجامعات العالمية الكبرى ما عندنا ولا جامعة مصنفة ضمن أفضل مئة جامعة في العالم ما عندنا هذا واقع فالانفتاح إخواني على الواقع هو اعتراف بالنتائج بتفاعلات التاريخ بتفاعلات العوامل المؤثرة ننفتح على الواقع نعترف ونرى بأم عيوننا ما هو موجود لقطع النظر عن أسبابه وتحليل عن هذه الأسباب لكن في شيء أمامنا في شيء أمامنا موجود فلذلك لما منفتح على الواقع تتولد لدينا حاسة المقارنة أقول والله أنا أريد معرفة واقع المستشفى هذا مستشفى في قريتنا هذا المستشفى ما هو واقعه تنظر في عدد الأطلباء تبقى في العمليات الجراحية الناجحة تنظر تنظر في عدد الذين توفوا تحت العمليات تنظر في الخدمات التي يقدمها الإمكانات الموارد التدريب التوظيف الإدارة لا تنظر وتقول طيب في القرية الفلانية أصغر من قريتنا ولكن مستشفى هم أحسن إنجاز من مستشفى فنتيجة أن ترى واقع ذلك المستشفى في القرية الفلانية والواقع في قريتك يتشكل لديك وعي بالطب وبالخدمات الطبية التي في حوزتك والتي من حولك وهكذا فإذن دائما يتجه وعينا إلى فهم الواقع الذي نعيش فيه هذه نقطة أولى في مسألة يعني خلينا نقول بناء الوعي الذاتي في بناء الوعي الذاتي هذه نقطة أولى النقطة الثانية القصور الذاتي القصور الذاتي هو أكبر مشكلة يعاني منها العرب والمسلمين كل واحد قرأ فيزياء في الثانوي يعرف معنى القصور الذاتي هو مبدأ فيزيائي قصور الذاتي معناه أن هذا الكأس الآن هو ساكن هو قاصر في ذاته على أن يحرك نفسه قاصر هو لا يستطيع الحركة وبالتالي لا يتحرك إلا إذا حركناه ولما بيكون في سيارة ماشي بسرعة مية ونرفع رجلنا عن البنزين هذه السيارة لديها قصور ذاتي عن أن تستمر في الحركة طيب إذا ما جاء شيء يوقفها ما في جاذبي ما في هوا يصدها ستظل مستمرة لذلك هي قاصر عن أن تتوقف بذاتها حتى يجي شيء يوقفها وهذا الكأس قاصر عن أن يتحرك بذاته حتى يأتي شيء يحركه إذن قصور القصور الذاتي عند المسلمين يعني عجز المسلمين عجز المسلمين عن أن يفعل الطاقات التي لديهم يكتشف المواهب التي لديهم يعالج المشكلات التي لديهم هذا هو المشكلة الكبرى التي يعانون منها والله جل وعلا في كتابه العزيز وضح لنا هذا بأجل بيان فقال جل شأنه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني كيف حصل هذا كيف هزمنا قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يعني ما أنت فيه من مصائب ومن بلاء معظمه من تراكم الأخطاء التي لم تصحح والخطايا التي لم نتب منها هل هناك مؤامرة نعم متأكد هناك تآمر ضدنا لكن ما نصيب هذا التآمر ما حصت هذا التآمر في حياتنا أنا أقول بحدود العشرين بالمئة والثمانون في المئة مما صنعته أيدينا أنا أقول رجل مسلم أو امرأة مسلمة لا يفتح المصحف في الشهر ما يقرأ في الشهر جزءا من القرآن وتمر عليه أيام ما يفتح المصحف ما علاقة الشرق والغرب بهذا الموضوع ما علاقة مدرس يذهب إلى المدرسة بدون أن يحضر درسه أو محضر مدرس يكون في سبع تمارين سبع التمارين على الدرس الواحد يعطي الطلاب تمرينين قلهم الباقي لا تحدوا مدرس يغشش الطلاب طالب يغش يأخذ شهادة بغير وجه حق رجل يتكلم بكلام بذيء في بيته رجل يجلس يدخن في البيت ويتعلم أبناؤه منه التدخين ما علاقة الشرق والغرب بهذا عمال في مصنع إذا كان هناك صاحب المصنع أو المدير يعملون وإذا غاب يقطعوها بالكلام ما علاقة الشرق والغرب بهذا الموضوع ما علاقته لو تأملنا إخواني الكرام في وجوه القصور وفي وجوه الضعف لدينا لو وجدنا أنه فعلا هو من عند أنفسنا هو من عند أنفسنا والتاريخ يقول هذا لما تفككت الدولة العباسية سنة 656 هجرية وصار فيه دول وسلطنات ما كان فيه لا شرق ولا غرب كنا نحن الشرق والغرب نحن إلى القرن يعني الثامن تقريبا كنا القوة الأولى في العالم فلما لما يعني صار فيه ظلم على الرعية ونهب للمال العام ولأملاك الدولة وصار فيه ظلم اجتماعي أهل العاصمة يعيشون في الخيرات وعلى بعد خمس كيلو متر الريف فيه شقاء هذا ما كان بسبب الإنجليز ولا الأمريكا ما كان وقتها لا إنجليز ولا أمريكا ما كان فيه تأثير ولا كان فيه فإذن علينا أن ننظر لما نقوم مشاكلنا علينا أن ننظر في أوجه القصور أوجه القصور لدينا هذه نقطة جوهرية لأن كثيرا من نقاشاتنا في المجالس كما تعرفون نعطي نرسل رسائل لبعضنا لو أن العالم تركنا وحدنا فنحن بخير لا أنت يوما ما كنت وحدك بل كنت تقود العالم وتسود العالم ثم هويت ونزلت إلى القاع كنت متروكا لما صار الاستعمار في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين استعمار الدول الهوربية العالم الإسلامي في دول عربية وإسلامية لم تستعمر ما دخل الاستعمار مثل اليمن مثلا طيب هذه ما دخل الاستعمار هل حالها الثقافي والحضاري والوضع أحسن من الدول التي دخلها الاستعمار لا مو أحسن ليس أحسن إذن ما نقول يعني نحن جماعة ممتازين لو تركون بحالنا نحن ممتازين لا لسنا ممتازين نحن لدينا لدينا تعصم لدينا طائفية لدينا صراع صراع مذاهب لدينا لدينا استبداد لدينا جهل لدينا فوضى لدينا كسل لدينا أنانية لدينا يعني 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 ظلم متفشي حتى على المستوى الاجتماعي لدينا رجال يؤذون زوجاتهم ولدينا إخوة يأكلون ميراث أخواتهم لدينا كل شيء هذا موجود ليس ب ليس بسبب لا غرب ولا شرق هذا بسبب نحن بسببنا نحن وأنا أطلت في هذه النقطة لأنها نقطة جوهرية في فهمنا لأنفسنا وفي فهمنا لذواتنا الواقع الذي يعني أنا طالبت بالانفتاح عليه هو واقع متغير بمعنى لا يجوز أن نأخذ الصورة عن هذا الواقع ونحتفظ فيها 30 أربعين سنة هذا خطأ اليوم إخواني كل أسبوع خليني يقول كل شهر من التطور في القرن الحادي والعشرين يعادل تطور ستة أشهر أو سنة من التطور في القرن العشرين وكل شهر في القرن العشرين يعادل سنة من التطور أو سنوات من التطور في القرن التاسع عشر التطور والتغير يتسارع الآن يتسارع على الصعيد الثقافي والعادات والأخلاق في تغير رهيب ويتسارع على صعيد المنتجات التقنية والالكترونية والصناعية المختلفة إذن لا يكفي أن نأخذ صورة عن الواقع ونشتغل بتحليلها عشرين سنة لا أنت يجب أن تتابع تحولات الواقع وتحركات الواقع تماما كما يتابع تجار العمولات البورصة تجار العمولات يتابعون سوق الأوراق المالية وأنه الآن العملي ارتفعت كذا نزلت كذا وقال لك والله الصباح كانت 370 الآن عام نصرف 370 يا أخي الآن مضى ساعتها قل لك نعم اليوم العملي نزلت شوي يتابعها بالدقيقة بالدقيقة يتابعها ما بستطيع قل لك نحن من شهرين والله صرفنا وكذا يا أخي الله من عملك من شهرين بجزء يفليس هذا 6-7 عمليات يفليس هذا تحتاج المسألة إلى متابعة لهذا الواقع الذي نعيش فيه وكما قلت لكم القراءة هي أفضل طريقة قراءة الجديد قراءة الجديد هي أفضل طريقة لمتابعة هذا الواقع النقطة الرابعة الظروف المادية لا تشكل عوائق لا تقهر خلونا نكون دائما دقيقين في التعابير الظروف المادية لا تشكل عوائق لا تقهر يعني هي تشكل عوائق تقهر عوائق تقهر عوائق يمكن التغلب عليها كثير أعداد هائلة من الناس نشأوا في بيئة من أصعب ما يكون وفي فقر متقه ولكن من خلال تعليم أنفسهم خلال التعلم من خلال الجدية من خلال الاجتهاد من خلال المثابرة والدعب صاروا ما شاء الله صاروا أعلاماً الناس في العلم وناس في التجارة وناس في الوجاهة وناس في القيادة فمن رحمة الله عز وجل أن الإنسان ليس محكوماً دائماً بالظروف التي ولدت فيها هذه الظروف تتغير والواقع يتغير والمعطيات تتغير إذن ما هي الظروف التي تحتاج إلى مغالبة شديدة ليست الظروف المادية وإنما العوائق الفكرية والنفسية العوائق الفكرية والنفسية يعني مثلاً يقول لك التدخين مادة النكويتيني التي في الدم والتي بسببها يكون هناك الإدمان يقول لك الأطباء عشرة أيام إذا تركت التدخين تتلاشى هذه المادة ومن الناحية الفيزيولوجية ما عاد البدن يطلب يطلب الدخان السجائر تبغ لكن ماذا يبقى؟ قال يبقى التعود النفسي التعود النفسي غبت عن جماعتك الذين تدخن أنت وإياهم طول الليل أيام وتركت التدخين رجعت إليهم فأغروك وذكروك بالأيام الجميلة كما يرون هنا المشكلة العادات النفسية الأثر المادي للنيكويتين انتهى تلاشى لكن بقت العادة النفسية فالعادات والأفكار لما واحد بيعتقد أنه هو إنسان ما له مستقبل وإنسان كثير الأخطاء أو إنسان ما عنده همي لشيء وما عنده موهبي وا 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 طيب كيف هذا بده ينجاح نجاحه صعب الناس لا يثقون في شخص لا يثق بنفسه فإذا كنت لا تثق بنفسك لن يثق بك الناس وإذا كنت لا تثق بنفسك لن تحاول أن ترتقي بنفسك لأنك لا تثق أنه يمكن أن تصنع شيئا يذكرون من باب الطرفة أنه كان هناك مريض يعتقد أنه هو حبة قمح هو هو حبة قمح فإذا رأى دجاجة أو طيرا أو شيء يرتعد ويرتعش ويقول الآن لو أقبل علي هذا الطائر وأكلني لانتهت حياتي فيخاف ويهرب ويدخل إلى البيت هو هيك اعتقاده أنه هو حبة قمح فذهب إلى مستشفى أخذوه إلى مستشفى الأمراض النفسية وجلس سنة والطبيب يعالجه بعد سنة الطبيب قال له إيه أفلان ما زلت تعتقد أنك حبة قمح قال له لا يا دكتور أعوذ بالله شوء المجنون أنا حبة قمح كيف حبة قمح أنا رجال أمامك ما ننكيله وزني قال له منتاز الحمد لله إذن بكرة إن شاء الله منطلعك قال له بس يا دكتور عندي سؤال قال له تفضل قال له هلأ أنا مقتنع أنه أنا ما نحبة قمح من يقنع الدجاجي أنه أنا ما نحبة قمح مين بيقنعها قال رجلس بدك سنة أخرى لنقنع الدجاجي اجلس سنة أخرى فأنا أحذر أحذر من العوائق النفسية والعوائق الفكرية التي تقزم الإنسان وللأسف بعض الأهل وبعض الأصدقاء وبعض المدرسين يسهمون في هذا في بعض آباء يقولوا لأ يا ابن والله أنت يا ابن إن شاء الله طبيب بتكون بإن للآخر والله أنت موش شكل وش بتساعدني بالمحل بس صار بصف سادس قال له خلص علمت القراءة والكتابي وبتعرف تأسب وأنا رجل كبرت في السن تعال ساعدني وخلاص مع أن هذا الثاني قد يكون هو أفضل من الأول لكن هذا حفز ودفع في طريق التعليم وهذا قيل له ما منك أمل ولست أهلا لأن تتعلم شيئا فإذا كان ولذلك أنا أقول الصورة التي نكونها عن أنفسنا هذه الصورة تحتاج إلى تحتاج إلى مراجعة لأنه ربما كانت صورة ربما كانت صورة خاطئة النقطة الخامسة كل ما هو إنساني نسبي كل ما هو إنساني نسبي ما معنى كل ما هو إنساني؟ يعني الإدارة عمل إنساني السياسة عمل إنساني العلم حامل إنسان أيضا التجارة التربية العلاقات الاجتماعية كل هذا كل هذا شيء إنساني قال نسبي ما معنى نسبي يعني نسبي في عظمته ونسبي في ضآلته وتدهوره والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم يعني أنت مهما بلغت في التجارة في الصناعة في الذكاء في التربية في السياسة اعلم أن هناك من هو أعلى منك بمعنى أنه دائما نتعلم لأنك لم تبلغ الذروة ولن تبلغ النهاية ومهما بلغت والهياذ بالله من السوء ومن الإنحطاط ومن التدهور فهناك تدهور أكبر عليك أن تصون نفسك منه كان الدكتور عبدالوهاب المسير رحمه الله معروف وهو صاحب موسوعة الصهيونية واليهودية وكتاب كبير أشهر من كتب عن الصهيونية واليهودية عبر التاريخ كان يقول اليهود ليسوا عباقرة وليسوا شياطين ليسوا عباقرة لأن الله جل وعلا ما حصر العبقرية في شعب وليسوا شياطين لأن الله تعالى ما حصر الشيطنة والسوء في شعب كل شعب عنده عنده من العباقرة والمغفلين والمتوسطين الذكاء وعنده من الأخيار ومن الأشرار فلما منقول هذا الشعب كله شرير هذه القبيلة كلهم بخلاء هذه القبيلة كلهم أذكية هذا البلد كلهم عباقرة هذا غير صحيح لديه لدى فلان عبقرية نسبية ولدى هذا الشعب عبقرية نسبية وهناك من هو أذكى منه وهناك من هو أعلم منه وهناك 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 لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله من أجل بناء التصور الصحيح التصور الصحيح عن أنفسنا والتصور الصحيح أيضا عن التصور الصحيح عن غيرنا النقطة السادسة يجب أن يتأكد الواحد منا دائما أن سلوكه في الحياة قائم على أن الدنيا مزرعة للآخرة وعلى أن الآخرة خير وأبقى السلوك اليومي وخواطر القلوب والنيات كلها يجب أن تتمحور حول هذا المعنى هذا المعنى هذه الدنيا ليست دارا للثواب والجزاء الثواب والجزاء يقرر يوم الحساب لذلك هنا قد أناس فسق فجر سيئون يعيشون منعمين وعندهم الحرس والحماية ويعيش الواحد منهم مئة سنة رغم أنه من رأسه إلى قدمه كله أخطأ لأن الحساب ليس هنا وربما واحد صالح جيد يبتلى في نظره يبتلى في سمعه يبتلى في عائلته يبتلى في رزقه نعم لأنه هذا ليس دار الجزاء هنا دار العمل ولذلك بعض الشباب الذين صار عندهم شك في الله أو صار عندهم سوء ظن في الله لأن هناك أشخاص يعذبون ويقتلون ويظلمون ويقول يا رب ألا ترى هو سبحانه ويسمع ويرى لكن القوي الظالم مبتلى بقوته هو في مرحلة اختبار والضعيف مبتلى بضعفه الضعيف مبتلى بأنه مظلوم وعليه شيئان أولا أن يصبر على هذا الظلم والشيء الثاني أن يتحرر من هذا الظلم يعني ما يستسلم له والظالم الظالم هو الآن في اختبار وعليه أن يعرف أن هذا الاختبار سينتهي يوما ما وأن هذه القوة التي بين يديه ستنتهي يوما ما وسيأتي يوم الحساب وبالتالي هذه المراجعة المراجعة لأن الدنيا هي مزرعة للآخرة وأن الثواب هناك وأن هذه الدنيا دار للعطاء وليس الدار للأخذ الأخذ العظيم هناك هناك في الخلود الأبدي هنا نعطي ونواسي ونعمل ونجهد ونستيقظ إلى صلاة الفجر الواحد ما نام إلا ساعة ونؤثر غيرنا على أنفسنا وما عندنا إلا القليل نعم أن هذه طبيعة الحياة المسلم في هذه الدنيا والجزاء هناك عند الله سبحانه وتعالى وهو جزاء وفير وفير للغاية النقطة النقطة السابعة إنسجام السلوك مع المعتقد هو طريق السعادة في عندنا ثلاثة أشياء نحتاج أن نفرق بينها عندنا السعادة وعندنا الشعور بالرضى وعندنا اللذة اللذة هي شيء عابر يعني أنت لما تكون شديد الضمأ في يوم صائف ومضى عليك الساعة وأنت تتعرق وضمئت ضمأا شديدا وأخذت ماءا باردا بالنعنع أو بالليمون ستتلذذ بشربه تلذذا هائلا لكن هذا التلذذ كم سيدوم سيدوم ما دام الماء في فمك يعني ربع يعني عشر ثواني خمس ثواني وبعد ذلك لن تشعر بلذة هذا الماء دفع عنك الضمأ لكن لن تتلذذ بطعم انتهى الشعور بالرضى يأتي نتيجة المقارنة لما بتقول والله أنا لما كنت في المدرسة كنت أنا وفلان على مقعد دراسة واحد هو الآن بائع متجول في الأسواق وأنا الآن طبيب تقول الحمد لله يعني تحمد الله على الشيء الذي أنجزت والشيء الذي بلغت لأنك قارنت نفسك بأخ عندك لما تجد نفسك في الثمانين وتجري وتلعب رياضة وتتحرك وتجد قرين لك صديق لك ابن ثمانين ما يستطيع يخطو خطوتين كما ينبغي تقول الحمد لله نحن في سن واحدة ولكن انظر الفرق بين نشاطي ونشاط فلان إذن الشعور بالرضى دائما يأتي من خلال المقارنة بيبقى السعادة السعادة هي تربع على قمة من الانشراح والسرور والطمأنينة يعني هي حالة دائمة تقول له يا فلان كيف نقول لك والله سعيد مبسوط أمورنا جيد وممتاز وفي أحسن حال المصدر الأساسي لسعادة المسلم هي أن يشعر أنه يفعل ما ينبغي أن يفعله ويترك ما ينبغي أن يتركه كتبت مرة أنه حين نكون صغارا نظن أن السعادة في الأخذ فإذا كبرنا اكتشفنا أن السعادة في العطاء وحين نكون صغارا نظن أن العطاء هو عطاء المال فإذا كبرنا اكتشفنا أن العطاء الحقيقي هو منح الرؤية والمنهج وهو المساندة والتعاطف والمؤازرة وهذا ما قدمه الأنبياء عليه الصلاة والسلام للعالم عبر التاريخ عبر التاريخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم فلوس إلا استثناءات قليلة سليمان وداود لكن باقي الأنبياء ما كانوا يوزعوا على الناس المال ما كانوا أغنياء لكن منحوا المنهج والرسالة والرؤية والمعنى ووقفوا مع المظلوم ووقفوا إلى جوار الضعيف وساندوا المسكين فلذة العطاء تجعل صدورنا يعني يعني في انشراحا الحمد لله أنا فعلت شيئا يرضي الله عز وجل وهذا المال الذي أنفقه هو مدخر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شات كان لديه شات في البيت ذبحوها فقال لعائشة رضي الله عنها ماذا يعني ماذا بقي من هذه الشات قالت يا رسول الله ذهب كلها إلا كتفها يعني وزعنا الشات على الفقراء وبقي الكتف فصحح لها النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية قال لها بقي كلها إلا كتفها بقي كلها إلا كتفها هذا الذي الذي تصدقنا به هو الذي بقي والكتف هو الذي يروحه فإذا لما نعمل لما نشعر أننا نفعل ما ينبغي أن نفعله هذه قمة السعادة فإذا كانت نفوسنا لا تفرح لعمل الخير ولا تكتعب من الوقوع في المعاصي فهذا يعني أن قرن الاستشعار لدينا الوازع الداخلي لدينا مريض مريض أحيانا واحد يصاب بمرض أنه لا يشعر بمرارة الطعام لا يشعر وأيضا لما لا نشعر بمرارة المعاصي ومرارة التقصير ولا نشعر ولا نفرح بالطاعة معناها في عندنا مشكلة في الزائقة يعني في الضمير الداخلي أو الوازع أو الوازع الداخلي النقطة الثامنة على المرء دائما أن يحذر من القناعات والنظريات التي توصله إلى طريق مسدود كل نظرية توصلنا إلى طريق مسدود هي نظرية خاطئة ما يغلق باب ما يغلق باب إلا ويفتح باب آخر لكننا ننشغل بالباب الذي أغلق عن الباب الذي فتح والله جل أعلا يقول فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى قال لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى النكر إذا كررت إذا تكررت تفيد المغايرة والمعرفة إذا تكررت مثل كلمة العسر تدل على أن الشيء هو نفسه فالعسر واحد وهناك يسرع بعض الناس لما تفوتوا فرصة قال خلاص كان عندنا أمل بكذا وهذا فاتنا ما عد فيه لا فيه فيه فيض الله عز وجل موجود ولا ينقطع وبره موجود والحياة تنضي إلى ساعة وليس إلى ضيق لو قارننا مواردنا اليوم مواردنا اليوم بموارد آبائنا وأجدادنا قبل مئة سنة لوجدنا لوجدنا أن آبائنا ما كان دخلهم الشهري بسدد فاتورة الكهرباء اللي نحن اليوم عمز ذلك بس فاتورة الكهرباء ولا فاتورة الجوال العالم والخير كثير وهو يكثر لا يتضاءل ولكن إذا نحن لم نعد أنفسنا للوظائف الجديدة والأعمال الجديدة والظروف الجديدة سنجد أنفسنا مهمشين أو خارج الساحة كلها وهذا من الابتلاء اليوم في كلام كثير في دراسات كثيرة تقول أنه خلال العشرين سنة القادمة سيندثر قرابة ثلاثين في المئة من الوظائف وهذا بدأ هذا بدأ بدأ الآن قبل شهر تقريبا افتتح باستنبول هنا أول مطعم تتم خدمة الزبائن فيه عن طريق الروبوتات يأتي إنسان آلي عندك شاشة جانب الطاولة تطلب الأطعمة التي تريدها حسب اللي يستعوى منه أو الكشف الموجود ويجيك جواب خلال عليك أن تنتظر عشر دقائق مثلا بعد عشر دقائق تجد إنسانا آليا يحمل الصيني ويحمل طلباتك ويرحب بك ويحييك ويقول إذا أردت شيئا آخر فاستديني أنا جاهز بين أيدي المطعم الذي تضع فيه عشر روبوتات هذا يغني عن ثلاثين موظف لأنه هذا يشتغل أربع وعشرين ساعة لا عنده إجازة ولا عنده نوم ولا عنده تعب ولا عنده اخت جاعة من السفر وعطة اليومين هذا كل ما عنده هذا بدأ بدأ اليوم السيارات الذاتية القيادي اللي راح مئات ملايين الناس يجدون أنفسهم بدون عمل هذه بدت سنة سنتين ستنتشر في العالم لماذا أقول هذا الكلام ستوجد فرص جديدة وأعمال جديدة ووظائف جديدة لكن تحتاج إلى استعداد جديد وإلى مناهج تعليم جديدة وإلى تفتح ذهن جديد وإلى تدريب جديد وإلى وعي جديد ولذلك أنا تحدثت عن الوعي الذاتي مرنا في دبي أنجزوه خلال أسبوعين مساحته تسعمائة أو خمسين متر يعني بمساحة خمس شقق واسعة قرابة الألف متر تم إنجازه خلال أسبوعين كل اللي يشتغل بهالمبنى ممكن ما يطلعوا خمس أشخاص هذا المبنى في العادة يأخذ سنة يأخذ ستة أشهر هذا بأسبوعين لماذا أقول لنفتح عيوننا على الواقع هناك فرص ستأتي وأعمال ولكن التغيرات السريعة معظم الناس لن يواكبوا هذه التغيرات لذلك يقولون العالم حتى يواكب التغيرات الجديدة ويغير في المناهج وتتغير العقلية أول العقل هو اللي بده يتغير قبل كل شيء هذا العالم يحتاج إلى ثلاثين سنة حتى يتكيف مع الأوضاع الجديدة وهي مجديدة هي متجددة زارني صديق قبل شهر شهر ونصف يحمل درجتي الدكتورة في الذكاء الصناعي شهاتين دكتورة من اليابان وكان أستاذا في الجامعات اليابانية فترة طويلة قال للا نعرف العالم إلى أين هو ذاهب لأن الذكاء الصناعي يسمح للآن بأن تتعلم من خلف ظهورنا ماذا ستتعلم هذه الآلة لا نعلم في الضبط ولذلك في تغيرات رهيبة هائلة بدأت لكن إذا ما فتحنا عقولنا على الواقع وعلى التخصصات الجديدة وعلى الفرص الجديدة سنجد أنفسنا خارج الساحة نهائيا وكأن مثل واحد جالس في بيت يحترق هو الغرف اللي هو فيها ما هو شاعر لا بحرارة ولا شاعر بدخان أبواب مغلقة محكمة والستاعر هو نايم لكن البيت هو كله عم اشتايل كله عم اشتايل ولما بيستيقظ وبيتطل عن البيت ما يجد مكان يخرج منه النار من حوله هذا ليس مبالغة لا هذا واقع لذلك أنا لما أجد شبابنا معرضين عن القراءة وعن متابعة الجديد وعن التدريب وعن تأهيل أنفسهم للأوضاع الجديدة الطارئة والسريعة أشعر بالحزن وأشعر بالألم دائما هناك فرصة للتدارب دائما هناك فرصة لعمل شيء دائما هناك نافذة دائما هناك شيء جيد ممكن أن نفعله لكن هذا كما قلت يحتاج إلى الوعي إذا ما كان عندنا وعي ما في فائدي من أي شيء من هذا أنا لا أريد أن يعني لا أريد أن أثقل عليكم أكثر لكن بدي أختم بفكرة خليني أقول بفكرتين الفكرة الفكرة الأولى هي أن الإبداع لا يرتبط بشكل جوهري بالذكاء الإبداع لا يرتبط بشكل جوهري بالذكاء الإبداع يرتبط بشكل جوهري بالبحث والتخصص والتركيز يعني إنسان متوسط الذكاء هذا ما هو متفوق لكن تابع موضوع معين بتركيز شديد وبمتابعة شديدة يخرج في هذا الموضوع أفكارا إبداعية وممكن يصنع شيئا إبداعيا ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن يبدع الواحد مننا في مجال من مجالات الحياة هذا متاح للجميع طبعا الغبي ما بيصير مبدع لكن كل واحد يأخذ شهادة الثانوية فهذه شهادة له بالبراءة من الغباء لأن الغبي ما بيستطيع يأخذ شهادة الثانوية عقله ما بيجمعه فإن شاء الله ما في بيننا غبي إذن لماذا المبدعون قليلون؟ لأنهم لا يبحثون لا يتخصصون لا يركزون لا يتابعون فالمشكلة ليست مشكلة ذكاء وغير ذكاء لا المشكلة الجوهرية هي مشكلة أننا لا نبحث لا نتعلم لا نتخصص لا نتابع لا نركز لا نصبر لا نتابر على البحث والعمل هذه هي المشكلة وأرجو أن يكون هذا واضحا للغاية النقطة الثانية التي سأختم بها إن شاء الله عز وجل هي قالوا أنه للنجاح إن للنجاح ثلاثة شرط الشرط الأول هو الرغبة والشرط الثاني هو القدرة والشرط الثالث هو الفرصة كلها منتهية بتاع التأنيل يعني نحن الآن نعيش في عهد النساء أو في العصور الأنثوية الرغبة ما معنى الرغبة يعني إذا أردت أن تنجح في شيء فيجب أن تحب هذا الشيء تحبه لما تتخصص بتخصص لا تحبه وتقرأ فيه مكرها قد تنجح ولكن لن تبدع الإبداع يحتاج إلى الشغف لماذا يحتاج الإبداع إلى الشغف لأنك تحتاج إلى أن تبذل الكثير من الساعات ومن الجهد ومن الوقت وتحرم نفسك من كثير من الطيبات حتى تبدع إذا بدأ يكون فيه محبة ويكون فيه شغف شديد الأمر الثاني هو القدرة لا يكفي أن نحب أنه الله أنا أحب الرياضيات أنا أحب أخي طيب هل مقدرتك العقلية تنبئ بأن لديك قدرات على أن تكون رجل كبيرا في الرياضيات هذا مهم إذا كنت أنا أحب أن يكون ابني أحسن الناس ولكن ما أملك الوسائل والأدوات التي تساعده على أن يكون أحسن الناس تبقى هذه المحبة رغبة رغبة ولذلك لما نحب شيء بدنا نتأكد هل مواهبنا وقدراتنا العقلي تنسجم مع هذا الشيء أو لا تنسجم والأمر الثالث هو الفرصة كثير من الناس يجلسون في بيوتهم ويظنون أن الشركات والمؤسسات والمنظمات ستطرق أبوابهم وهذا وهم بعض الباحثين يقول اثنان في الألف من الناس هم الذين تطرق الفرص أبوابهم تسعمائة وثمانة وتسعين هم يبحثون عن الفرص يعني لما واحد عايش في البادي وهو معه دكتوراه في إدارة الأعمال من من الشركات سيقول والله في البادي الفلاني على بعد ثلاثمائة كيلومتر من المدينة في رجل عالم في الإدارة بحثوا عنه يا أخوان هذا ممكن يعيش خمسين سنة هناك ما أحد يسمع فيه البد يصير يأخذ منصب في شركي ولا يصير أستاذ في جامعة ولو ما عوش هذا يسكن في مدينة كبيرة يسكن في العاصمة في المدن الكبرى هذه اللي فيها الفرص فرص ما هي موجودة لا في القرى ولا هي موجودة في البوادي في البوادي ممكن والله يعمل مشروع لتسمين الأبقار ممكن ممكن ولكن ليس أن تتبوأ منصبا كبيرا في شركة عظمى في البادي ما في شركات عظمى في البادي إذن الرغبة والقدرة والفرصة يجب أن يكون لدينا رغبة في الشيء الذي نريد أن نتخصص ونعمل وننجح فيه ونملك القدرة الذهنية والأمر الثالث يكون هناك في فرصة وهذه الفرصة علينا أن نبحث أن نبحث عنها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر